يا رب طيبنا ويانا قرب حنايانا بالحب والإحسان بالحب والإحسان ورحم من قلبه رحمة وثغره بسمة وكله إنسان وكله إنسان نهدي نهدي لأرضنا الأمنة إذا ترحمنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعده أيها المشاهدون الكرام أيها المشاهدات الكريمات فهذه إن شاء الله تبارك وتعالى حلقة جديدة من برنامجنا إنما المؤمنون إخوة لقد ذكرنا في الحلقات الماضية فضل أخوة وبينا قيمة الأخوة الإسلامية في دين الله تبارك وتعالى ثم إننا شرعنا نذكر بعض ما يوطد هذه الأخوة وما يقوي هذه الرابطة وما يدعم هذه الوشيجة فبدأنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه الحقوق الستة فقال صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ستة إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحامد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه بدأنا في الحصة الماضية بشرح قوله عليه الصلاة والسلام إذا لقيته فسلم عليه فتحدثنا عن فضل السلام وكيف أن التسليم الذي ينشر بين المؤمنين والمؤمنات كيف يدعم هذه الرابطة القوية التي هي رابطة الأخوة في الله سبحانه وتعالى نتحدث اليوم في هذه الحصة عن بعض ما ذكره صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المبارك أيضا قال صلى الله عليه وسلم إذا لقيته فسلم عليه ثم قال وإذا دعاك فأجبه الله أكبر من أعظم ما يوطد هذه الأخوة وما يقوي دعائمها ويقوي هذه الرابطة المهمة التي هي رابطة الأخوة في الله سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا دعاه أخوه المسلم ينبغي أن يحرص كل الحرص على إجابة دعوته دعاك طلب منك تحضر للبيت تاعه حاول قدر المستطاع أنك تلبي رغبته وأنك تجيبه إلى طلبه وأنك تلبي دعوته تلبية الدعوة هذه أمر لا بد منه في شرع الله عز وجل فهو من حقوق المسلم على أخيه المسلم وإذا دعاك فأجبه جمهور أئمة الإسلام عليهم رحمة الله سبحانه وتعالى يرون أن إجابة الدعوة أمر مستحب إلا ما يتعلق بوليمة العرص وليمة العرص وليمة الزواج والزفاف قالوا إن إجابتها واجبة ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الشيخان رحم أم الله سبحانه وتعالى في الصحيحين عن أبي غريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن ترك الدعوة يعني لم يجيب الدعوة من غير عذر شرعي فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إذن إجابة الدعوة أول من ناحية الشرعية أمر لا بد منه ثم من ناحية ثانية إجابة الدعوة هذا أمر معروف إجابة الدعوة تدخل سرورا عظيما على قلب هذا الداعي الذي دعاك ثم لعله تكلف لك بلك تكلف بلك صرف أموالا زائدة بلك كذا بلك كذا يعني انتظر في الحضور تاعك ثم أنت لا تبالي بدعوته ولا تبالي بهذا الحضور فهذا لا يلي قال عليه الصلاة والسلام إذن إذا دعاك فأجبه اللهم إلا إذا كانت ثمة محاذير شرعية وقتاش الإنسان ما ينبيش الدعوة إذا كان أشياء ما يحباش ربي تبارك وتعالى إذا كان محاذير شرعية إذا كان أشياء شرعية تمنعهم بش يجيب هذه الدعوة من بين هذه الأشياء التي ذكرها العلماء أولا أن لا يكون أو يعني إنسان وقتاش ما يجيبش الدعوة أن يكون في الوليمة التي دعي إليها أو في المكان الذي دعي إليه أن يكون فيه منكر يغضب المولى سبحانه وتعالى إذا كان منكر أنا بين أمرين أنا إما أنني أحضر فأغير إذا رأيت من نفسي أنني بإذن الله تعالى قادر على تغيير هذا المنكر فهذا أمر لا بد منه لأضرب عصفورين بحجر واحد كما يقال من جهة أكون قد أجبت الدعوة ومن جهة ثانية أكون قد غيرت المنكر بإذن الله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره أما إذا شفت من نفسي أنني ما نقدرش منغير المنكر فها هنا ينبغي أن أترك هذه الدعوة وأن لا أحضرها ما نحضرش لهذا المكان ما نحضرش لهذا المكان الذي دعيته إليه لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليه الخمر فإذا كان مكان فيه منكرات لا ينبغي أن نحضر إلا إذا كنا واثقين أننا إن شاء الله تعالى نستطيع أن نغير فها هنا يجب علينا أن نحضر من جهتين من جهة أننا لا بد أن نجيب الدعوة أو من جهة ثانية من جهة أننا نستطيع أن نغير هذا المنكر الأمر الثاني أن يكون كسب هذا الداعي حراما محضا ما فيش حاجة أخرى هذا الإنسان الذي دعاني أنا امتيقا بل ما عنده حتى كسب إلا الكسب المحرم والعياذ بالله المال التاع لو كان مختلطا لكان الأمر مختلفا لكن كل مال التاعه يكون محضا يكون محرما محضا الكسب التاعه كله من الحرام والعياذ بالله هؤلاء لا ينبغي أن أحضر لما لأنني إذا حضرت من جهة سأكل ما هو محرم شرعا رح نكل من شيء حرام ومن جهة ثانية في ذلك إقرار إقرار رح نقر وقره على ما هو فيه من الحرام على ما هو فيه من الكسب الخبيث يعني كأنني وقعت له بهذا والله مستحب الشيء الثالث دي ما لازمش يكون في الدعوة أو الشيء الثالث ليسمح للإنسان بش يترك الدعوة أنه يكون منشغلا بأمر ديني أو بأمر دنيوي لا يمكن له أن يتخلف عنه أن يكون منشغلا بأمر ديني مثلا يدعوك يوم الجمعة على الساعة الواحدة قل له يا بدي غير الوقت كذا يقولك أنا لا يمكن أن أغير الوقت أنت مرتبط بصلاة الجمعة فلا يمكنك أن تأتي هذه الوليمة لما في ذلك من الضرر الديني هذا مثال أو يكون هناك ضرر دنيوي أنت عندك يدعوك في وقت كذا وكذا وهذا كل وقت أنت عندك عمل أنت مرتبط بمؤسسة تعمل فيها لو أنك تغيبت أو تخلفت لربما فصيلت من عملك أو تكون عندك أنت طالب مثلا عندك امتحان في ذلك الوقت عندك دراسة أنت مرتبط بها تعتذر له فتقوله غير الوقت يقولك أنا لا يمكن أن أغير أنت تعتذر اعتذارا طيبا أنا كذلك لا يمكنني أن أحضر لأنني مرتبط بأمر دنيوي لا بد منه وقد ثبت أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مر به بعض إخوانه في الله عز وجل وقد دعاهم رجل من المسلمين فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أجيبوا أخاكم وأقرئوه السلام وأخبروه أني مشغول أجيبوا أخاكم يعني أنتم معتكم شو عذر فأجيبوا دعوة أخيكم وأقرئوه السلام بلغوه السلام مني وأخبروه أني مشغول بلغوه بلنا عندي ارتباط وعندي مشغول وكان يومئذ منشغلا بأمر السقاية رضي الله تعالى عنه وأرضاه والأثر صحيح بفضل الله تبارك وتعالى إذن قال عليه الصلاة والسلام إذا دعاك فأجيبه إذا دعاك فأجيبه بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام وإذا استنصحك فانصح له يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على حق ثالث من حقوق الأخوة الإسلامية وإذا استنصحك فانصح له الأصل أن الإنسان ينصح دون أن تطلب منه النصيحة هذا هو الأصل أن المسلم ينصح لأخه قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح مسلم وغيره بهذا اللفظ الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم شوف كيفاش قال النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة كأنه حصر الدين كله في النصيحة لعظمة قضية النصيحة لأهمية مسألة النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة ويكرر ذلك صلى الله عليه وسلم ثلاثا إذن ابتداء لا بد للمسلم أن ينصح لأخيه ولإخوانه المسلمين عموما أما إذا طلب منك أخوك أن تنصحه جاءك في قضية وطلب النصيحة فها هنا يزداد الأمر توكيدا فلا بد أن ننصح له وإذا استنصحك فانصح له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي بين أيدينا من أهمية النصيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من بنود البيعة التي كان يأخذها على المسلمين من بنود البيعة كان نبي صلى الله عليه وسلم يأخذ على الناس البيعة أنهم ينصحون لبعضهم فقد ثبت من حديث جليل بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أرضاه أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم والنصح لكل مسلم والنصيحة ضد الغش ضد الغش والنبي عليه الصلاة والسلام قال من غشنا فليس منا من غشنا فليس منا فتركك للغش يستلزم منك أن تكون مخلصا في نصح إخوانك وأخواتك في الله تبارك وتعالى وقال الفضيل بن عياض عليه رحمة الله عز وجل المؤمن يستر وينصح سبحان الله المؤمن يستر وينصح والمنافق يهدك ويعير والعياذ بالله أو يهدك ويفضح إذن المؤمن إذا أردنا أن نكون من المؤمنين الصادقين فلابد أن نستر العيوب وأن ننصح لأصحابها سرا أما المنافق فيهدك ويفضح ويكشف نسأله تعالى العافية والسلامة من كل سوء عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول لا خير في قوم لا يتنصحون ولا خير في قوم لا يقبلون النصيحة النصيحة إذا انتشرت في أمة من الأمم فإنها تؤتي أكلها بإذن ربها سبحانه وتعالى فإنها تنشر الخير العميم بين المسلمين والمسلمات أما إذا غابت النصيحة كما هو الشأن في زماننا أو كاد التغيب أقول على الأقل لما اتقل النصيحة في أوسط المسلمين هذا يعني انتشار الغيبة انتشار النميمة انتشار الحقد انتشار الحسد انتشار المنكرات انتشار أنواع من المفاسد عياذا بالله تبارك وتعالى من كل سوء يقول بعض علماء الإسلام المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى هاي النصيحة المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى وقد لا ينقطع الوسخ أحيانا إلا بنوع من الخشونة إلا بنوع من الخشونة لكن تلك الخشونة إن شاء الله تعالى توجب من النظافة ومن النعومة ما نحمد معه تلك الخشونة في الأخير بإذن الله سبحانه وتعالى إذن الله الله في النصيحة فإنها من أعظم حقوق المسلمين على بعضهم والله الموفق لا رب سواه والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب طيبنا ويانا قرب حانا يانا بالحب والإحسان بالحب والإحسان ورحم من قلبه رحمة وثغره بسمة وكله إنسان وكله إنسان نهدي نهدي لأرضنا الأمن إذا ترحمنا وربنا يرضى